قوى الشرية لن تستطيع أمام وقفنا كلنا كتلة واحدة في الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية كان آخرها حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ستة مناسبات أطلق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح قوى الشر حول من يسعون إلى زعزعة استقرار البلد موضحا أن القوى التي تستهدف مصر هي نفسها التي تستهدف المنطقة موضحا أن قوى الشر تتشكل من تنظيمات متطرفة أو دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وقلب المعادلات مناسبات عدة استخدم فيها الرئيس السيسي مصطلح قوى الشر كان من بينها حواره مع فرانسوا أولاند في قصر القبة في أبريل من عام 2016 وجه الرئيس السيسي فيها رسالة إلى أوروبا استخدم فيها مصطلح قوى الشر وعلى هامش حصاد القمح استخدم السيسي أيضا ذلك المصطلح في كلمتها التي وجهها للشعب بمناسبة الاحتفاد بإعطاء إشارة البدء لحصاد القمح بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة سهل الغاب بالفرفرة في الوادي الجديد وفي حضور بابا الفاتيكان في شهر أبريل من العام الجاري حل مصطلح قوى الشر على لسان الرئيس في جلسة جمعته ببابا الفاتيكان البابا فرانساس في أثناء زيارة الأخير لمصر حيث قال إن مصر تقف في الصفوف الأولى في مواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن قوى الشر تزعم ارتباطها بالإسلام وفي ذكرى تحرير سيناء وفي معرض حديثه للاحتفال بذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء عن الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار والأمن ذكر السيسي أن قوى الشر لن تنجح في مساعيها للنيل من مصر أمام اصطفافنا جميعا من أجل الحفاظ عليها وأخيرا ذكر مصطلح قوى الشر في ذكرى الثلاثين من يونيو وخلال كلمته للشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو قال إنه في مثل هذه الأيام منذ أربع سنوات أثبت الشعب المصري أنه أكثر وعيا مما تصور أعداؤه وأنه أشد عزما مما أرادت به قوى الشر من فضلكم انتبهوا لأنه دي الفترة اللي دايما دايما موسم الشر ووقت الشر اللي هما بيحاولوا فيه أنه هما ينالوا من استقرارنا وأمننا